قبل بقول لك الحدوة بتبدأ فانت لو ما تهرفش في احدى عاملين قناة تانية اسمها لخصلي شكرا. فانت هتروح ابو الصحابة على القناة هتلاقيني بلخص هناك افلام. واختري فانتا جميعا عن الافلام ان انا بلخصة هنا. او المسلسات اللي بلخصة هنا. وحاتليها هناك بطريقة ما فيهاش اي كوميديا عادية جدا. فانت لو بتحب الطريقة دي روح هتفرج عليها. او لو ما بتحباش برضو فانت افلام روح برضو وزبطني يعني هناك وحاتلينا برضو بنزلين عن تلات اجزاء لافلام طايجر على طايجرز الاول وطايجر زنباهي وطايجزا طايجر ومش او حاجات دي كلها انا مش همق سانق ساميهم ايه. بس محالينا روح هم سمسكي اولا كومنت شير ويلا بينا نقول. الحدوة بتبدأ سنة الف تسعمية تلاتة وسبعين. متحديدا مع بنت احنا حنسميها جوليا. وبتكون بقى ديها بالصحابة مستكشفة وبتدور في الغابة عن نوع عناكب معين. علشان بتعمل دراسة عنهم. وكل شوية بتقف قدام شبكة عنكبوت وبتبدأ انها تصورها وتكتب في التقريب بتاعها عن العناكب علشان على حسب كلامها ده على حسب كلامها يعني سم العناكب ديها بالصحابة بيقدر يشفي ميئات الامراض لو هم استخدامهم صح. ولكن المشكلة ان جوليا بتكون حامل اصلا وفق او اخر حملها. بس برضك مش عايز لانها تبتاح وبتكمل بحثها في الغابة. بتفضل كده لحد لما بتوصل اخيرة لنوع العنكبوت اللي هي عايزاها وبتحبزو ساعتها في برطمان كده وبترجع بيه لمخيم وهي فرحانة وبقى صعب ان اخيرا نجح بحثها. ولكن حالسة الشخصي بتاعها والاسمه ازيكال ازيكي. اه 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 اقول له ازيكي يعني. وهم ان هو بيدرب بقية الناس اللي في المخيم بالنار وبيهدد جوليا انها لو ما قدت لهش العنكبوت حيقتلها. عشان بقى عايز ان هو يسر الى الاكتشاف العلمي ده وكل مجوب بتاع جوليا. ده غير برضو ان هو قرأ في اساطير كده ان العنكبوت ده قادر ان هو يدي له قوى خارقة. ولكن طبعا بالصحاب جوليا بتقوم فبم جاي ضربها بالنار واخد منها العنكبوت عافية زوبة. بس ساعتها الاشجار اللي حواليهم بتبدأ انها تتهز فيزيكي ده بالصحاب بيجري وبيسيب جوليا تغرأ في دماءها يلا يعميتين ابوكي. ولكن ساعتها بنشوف كيانات غريبة بتنزل من على الشجر وبياخدوا جوليا وبيروحوا بيها البركة معينة عندهم ويبقوا مسكين عن كبوت معينة وبيخلون ان هو يورس جوليا وعلشان كل اللي حصل ده فجوليا بتولد بنت كده اسمها كاسندرا. والشخص الغريب اللي كان بيوالدها ده بياخد كاسندرا منها وبيقول للمساعدة بتاعته ان رحلة كاسندرا مش هتكون سهلة نوائيا ولكنها هترجع لهم في يوم ما علشان تلاقي اجاباتها. لما ترجح هبقى موجود علشانها. وجوليا بعد لما تسمع الكلام ده كله هي ما بين الحياة والموز بتموز. اه قصدي بتموت يعني. بروح بعد كده لسنة الفين وتلاتة. بعد تلاتين سنة من الاحداث اللي حصلت لجوليا. بنشوف بعد كده في نيويورك صحيحة تسعيف مستعجلة عشان معها ست فقط تنبض. وخلاص هتموت الست دي لو ما لحقوهاش وبدوها المستشفى. ولكن الحمد لله السائخة والتي تبقى كاسندرا بنت جوليا اللي كان لسه ميتها من سوان دي. بدأ انها توصلها المستشفى والحمد لله قبل ما تموت بمساعدة زميلها في الشغل واللي اسمه بن باركر. انتفهمش ده اخو بيتر باركر ولا ابن عمه بس مش موضوعنا. المهم بتقعد تحكيه بعد كده معاش شوية وبعد الشغل بتاعها بتروح على بيتها وتبقى عايشة حياة حادية وروتينية جدا وحزينة لانها مفتقدة امها جوليا. ومفكرة انها ماتت اسناء بحثها على عماكب او ببعنة صح كايت مجنونة بالعناكب لحد لما ماتت بقرصة منهم. وطبعا كاسندرا متنعرفش معلومات اكتر من كده. بس انت رجل جدا معامل سبسكرايب ولايك وحاجات دي كلها وحط روح تلقى سبسكرايب وخاليات لخصة شكرا بتاعتي فاهم انت فانت عارف المعلومات دي كلها. تاني واحد بالصحاب كاسندرا بتروح على شغلها مع زميلها بن باركر. وبتكون في عربية عاملة حادثة على الكبري في العاصمة اي 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 خلاص بتكونها حطوعة في البحر جواه واحد واحزام الامان مربوط. كاسندرا ساعتها بتخش تحت الميا عادي جدا. متفهمش يعني بتاكوى مان ولا اي يعني. وبيكون حولها شباك عن كبوتها غريبة فاشك كده. والتحديدا خيط عن كبوت عما يتحرك حواليها. وبيقول لها كلام غريب كده. انا زلت نفسي بسامو عشان فيلمة بتصور بكاميرا موبايل يعني يباين بس المهم عبشيها كده كده في الميليسة جديد ده. ولكن المهم ان الصوت بيقول لها كلام زي انتجام ده وانت يقدر على التحدي والمواجهة والوحيدة قادرة على تغيير المستقبل وانت تكوني كزا مكان وكزا وقت في نفس الوقت. وبعطيلي صغر كوينتي عادة في البيت بالبجام يا بنت التبراطي والكلام ده كله يعني ماناش دعوه بيه. المهمة بصحاب كاسندرا بعكاد نسحة من الغيبوبة وبتلاقي ان بنت باركر نزل جافة من المياه اصلا وكان بيخرج المياه اللي هي بلعيتها بعد لما ماتت لمدة ثلاث دقائق ما شاء الله يعني بس الحمد لله بنت قدر على التحدي والمواجهة ولسة عيشة. ولكن كاسندرا بعكا بتلاقي نفسها تقيت على الكوبري وبين باركر بيكشف عليها وبيقولها ان ضغطها التمانين في المية ولازم انها هتروح للمستشفى ولكن الكاسندرا بتقوله عادي يعني مش اس carrot غريبة وبتلاقي ان ضغطها بعد كياه وصل التسعين في المية وبتحس بومدة كده وبترجع بالزمن لما بين قالها ان ضغطها التمانين في المية وانها ما احتاج اتروح للمستشفى. فساعة كاسندرا بتقول لما كان يتصاب فيه ناس كتير بسبب هجوم إرهابي وأثناء مهات تامة إسعافات أولية من شخص ما بتشوف سعيتها رؤية في المستقبل إن زمنها حيعمل حادثة وهو وسيع عربية الإسعاف سعيتها بتجري عليه وتقوله إن هو ما يسوقش وإن هي اللي حتسوق ولكن هو بيرفض وبيسوق بردك ولكن مش بيعدي عشر ثواني إلا وعربية نص نقلة يا بو الصحاب بتخش فيه بتقتله فكسندر سعيتها بتعرف إن الرؤى اللي بتشوفها حقيقة وإنها مش بتتخيل أودات يشافه ولا حاجة عمينا زيكي بقى بيكون بقيله سنين كل لما بينام بيحلم بتال الستات بيحربوه هو عجوز وبيقتلوه بيبقوا تلاتة دول لبسين لبس شبه بيتر سبيدر مان كده لأنهم بيبقوا تلات أبطال اسموهم سبيدر ومن ومتيتي فرانكلين وأرانا وأنا صراحة مش متأكد قلت اسموهم صح ولا بس زي بقلت لك هو بتصوى تليفون أرضي تقريبا بحديها يعني المهمة بصحابة إن زيكي كل يوم بيحلم بنفس الرؤية لحد ما بيقرر أنه هيتعقب المنات دي ويقتلهم قبل ما يحصلوا على قواهم ويقتلوهما وبيعرف ساعتها مكانهم بأنه هو بيخترق ممنى الأمن الوطن العالمي وبيسرق منه جهاز قادر على تعقب أي شخص لو بس عرف وشه بما أن زيكي عارف وشوش في ثلاث منات دول فبيعرفهم مين وبيقرر أنه هم يقتلهم قبل ما يكتسبوا قواهم الخارقة بناخد بنا بعد كده إن زيكي ده عنده قوة خارقة إن هو لو لمس أي حد بيضى إن هو يخلي يسم العناكب يمشي في عروقه ويموته ده غيره بالصحاب قوة رجل عنكبوت زي المشي على الحيطة أو الشالطة وبيتيرو ربسه وحاجات دي كلها يعني أنت فهم الحاجات دي كلها يعني المهم إن هو كسب كل القوة دي بسبب عنكبوت اللي هو سرق من جوليات تلع فانا كان عنكبوت خارق مارق كسندرة بتبع حزينة وحاسة بالزنب لأنها كتعرفة إن زميلها حيموت وثبيته ساعتها إن هو يسوق ومات فهي ده بات يحاسة إن ديها ملطخة بالدماء ولكنها بعكاية بتلاقي نفسها بترجع بزمن ثاني وبدأ ده إنها تلحق كوباية كتعطوعة فساعتها بتستغرب أكتر ما هي كانت مستغربة أساساً وبتقرر إنها تخرج تشملة شوية هوا وبتروح ساعتها على المترو وبتحكي استذكرة أثناء من المساعدة بتاعت زيكي بتشوف على كاميرات المراقبة بنتي في المترو اسمها آنيا كولا كولاس سلامي يعني حنقول آنيا هي هي آنيا ولا إيه؟ إما بصحاب إن بيت دي تبقى واحدة من البيتات التلاتة اللي حيتلو إزيكي أو اللي هو إزيكي عايز ييتلو من اللي هما ييتلو يعني ومش بس كده بصحاب بوش محفوظ بيضحي النهاردة البتين التانيين واللي اسمهم مارثا فلانكن وجوليا كورنوال بيبقوا هما كمان في المترو واشتراح صمعي كده جوليا كورنوال دي ده غير أم كسندرا لما عرفش اسمها فقلت عليها جوليا وخلاص يعني ماشيها أبو الصحابة عديها نفسها عدي الدنيا ومشيها يعني المهم إن زيكي بالصحاب بيعرفين دي من الصطوة وإن في حاجة جمعتهم هما التلاتة في نفس المترو ودي مش حاجة ده المخرج المهمة بالصحاب بيقار ساعتها نو يروح عشان يخلص على هما التلاتة شروع واحدة كده أثناء ما كسندرا بتخش المترو وبتشوف رؤية في المستقبل إن زيكي حيجي وحياة الجوليا ومارثا وأنيا قدامها فبتقوم ساعتها جاري على جوليا ومارثا وأنيا وأيلا لهم هبصوا أنا هفهمكم بعدين بس دلوقتي جم وبين أنا يمشي وفعلا أول لما بيخرجهم المترو كسندرا بتشوف زيكي داخل المترو عمال إن هو يدور عليهم ولكن في الآخر المترو بياخده وبيتكر على الله وبيمشي بس قبل ما كسندرا تشرح حاجة بتلاقي حد لابس لبس كده بو الصحاب بتشبه لبس زباية دمان ولكنه يسود ومعمول يعني حاجة الصف الله عظيم ومشي على السقف كده وجاي عليهم فكسندرا بتقول ومن إن مبهنك كده بو الصحاب فالراجل ده كده جنف سرك ده زيكي المهم إن كسندرا بو الصحاب بتاخدوا البناتهم معاها وبيكروا وزيكي ساعتها بيكون وراهم وبعد شوية جاري كده بو الصحاب كتير بيقدروا إن هم يهروف عن بقية كسندرا ساعتها كسندرا بتتعرف عليهم وبتعرف إن كل واحدة منهم أهلها مش في البيت تب ما تجيب عنوانها اللي بيكون بقى بو الصحاب مسافر واللي ميت وحكاك كتير كده بأنهاش دعوا بيهم فبيكونش قدام كسندرا غير إنها تاخدهم معاها وسط الغابة كده عشان تحميهم ده غير إن هم الشهود الواحدين اللي شاهدين على اللحظها عشان المجريس مفكر إن كسندرا هي المجرمة المهم إن كسندرا وبيت المنات بيكونوا مش فاهمين حاجة وكسندرا بتحاول إنها تفاهمهم إنها برضو مش فاهمة ح حاجة هي كمان وبيجي لها ساعتها رؤية من المستقبل بس بتحس إن الموضوع ده لي علاقة بالعناكب فساعتها بتسيب البنات في الغابة وبتروح على شاقتها وتحديدا للبحوثات بتاعتهم معها وبتقرى ساعتها على الناس اسمهم لوس او لوس ارانيوس او لوس او لوس ولا ما لديناش دعوا باسمهم يعني مهمنا دون ناس عندهم قوة لعناكب زي المشي على الحيطان وسرعة خارقة مش حايفة إنها جاء لعناكب جاءت لها سرعة خارقة ازاي يعني ولكن سرعة خارقة وحاسة سادسة كده بتخ اللي تقدر تتنبأ بالمستقبل مع شعيفة ناس بايدل من اللي معندوه سرعة خارقة وحاسة سرعة خارقة تنبأ بالمستقبل وبس ما عندوش غير حاسة عن كبوتية فكساندرا ساعتها بالصحافة بتفكر بقى إزاي تعرف إنها ما تقدرش تتسلق على الحيطة إلا لو جربنا يعني هاوي ينوء إن انا ما بعرفش اطير إلا وقات عدنا بقومي الكسارتي يعني فتقوم ساعتها رايحة للحيطة وهم جربتناها تطلع على الحيطة ولكن كان متوقعين تنزع على مآخرتها جد بشرة المهمة بالص كساندرا اللي قالت لهم ما تتحركوش في مكان ما يتين أبوه وفعلا واحد من أتباع إزيكي بيشوفهم وبيتصل ساعتها بإزيكي وبيقوله على مكانهم وإزيكي ساعتها بيتحرع عشان يقتلهم أتنى ما كساندرا بتروح للمكان اللي سابت فيه البنات وبش بتلاقيهم ولكن بعد شوية تدوير والحمد لله بتليهم عاديين مع شباب كده استغفالها العظيم يعني في مطعم فبتروح لهم ساعتها وبتشوف رؤيا إن إزيكي هيجي وحاقتلهم هما الأربعة كساندرا مش هتعرف إنها تمن ساعتها كساندرا بترجع بالزمن لما وصلت الغابة تاني وملاقيتش البنات وساعتها تتاري على المطعم بعربيتها وبتدوس إزيكي يعني في السكة كده بالصحابة وبعد كده بتروح تقول للبنات اركبوا العربية لها وقت للتفسير تاخدهم بعد كده أثناء ما زيكي بيلمس كساندرا ولكنها بتضربه وبتجري وبتروح بالبنات على زي موتل كده لحد لما النهر يطلع بالليل كساندرا بتصير البنات نايمين وبتروح للمطعم وبتشوف ساعتها رؤيا وإنها بعد لما داخد المطعم ق كل حاجة وليه هو عايزة للبنات وإن هم حايتلوه في المستقبل وساعتها الرؤيا بتندهي بكساندرا وهي بتصحى من النوم قبل ما تقرر إنها تسيب البنات وتتكع لو تمشي وبتقرر ساعتها إنها متروحش في المطعم على الشام ما تموتش من إزيكي تاني ما بالصحاب كساندرا بتعلم البنات الإسعافات الأولية في حال إن كساندرا قلبها وقف من السم اللي إزيكي صابها بيه لما لمسها في المطعم فاكرم لما قلت لك في الصحاب إن هو لما بيلمس حد بيسمه وفاكرت برضى بالصح كساندرا بتصير البنات وتروح لغابات الأمازون والأمها متت فيها علشان تعرف أي معلومات عن الناس اللي اسمهم نوس قراناسيوستول ولا مش عارف أولاد المصدول ولا إيه المهم بعد شوية التدوير بتلاقي شخص اسمه فرانسيز هل لها ولو مش بخي تبق لك أبو الصحاب فده نفس الشخص أبو الصحاب اللي قال اللي لما كساندرا تيجي علشان تلاقي أجوبة حتلاقيني المهمة بالصحاب إن هو بياخد بعد كده الرجل ده كساندرا للبركة اللي ما ماتت فيها ويوم ساعيتها زيقها فيه بص أمك ماتت هنا قابليها ولكن المصحاب هي مش جسديا هي اللي بتوع في البركة ولكن روحها بس اللي بتوع في البركة وفي ساعيتها بتشوف ماضي أمها لما لقيت عين كابوت وزيكي سرقوا منها وقتلها ففرانسيز ساعيت تحاول إن هو ينقذها ولكنه ما قادرش كل هاري اللي احنا شوفنا في الأول ده وبترى بعد كده إن أمها راعت على غابات الأمازون عشان تعالج مرض كساندرا كانت حتتولد بيه والأمل الوحيد كان العلاج اللي هي تستحرجه من العلاج كبوت عشان كده هي خاطرت بحياتها بعمل بحث عن علاكم المهم بعد العمل ده كله روح الكساندرا بترجع تالي لجسمها بعد لما عرفت الحقيقة وعرفت مين اللي قتلهم معها ايه بقى انت اللي قتلت بابايا كساندرا بقى ابو الصحاب كانت سابت البنات مع بن بركر في المستشفى ولكن بنا ابو الصحاب بيضطر إن هو يروح مع اخته ماري المستشفى عشان بتولد فالبنات ساعيت تبيروحوا معاه كبنات المستشفى بيتلقطهم وإزيكي بيعرف مكانهم نفس الوقت لكساندرا بترجع بيت بن بركر وبتشوف ساعيتها رؤية إن إزيكي اللي حيفجر عربية باللي فيها باللي عليها فساعيت تنجري على مكانهم وبتنقذهم على آخر اللحظة تاخد بعد كده بنات وبتجري أثناء ما إزيكي بيكون وراهم وبعد جري كتير إزيكي الحمد لله بيوصل لهم وبيبس الكساندرا من رأبة أمها عشان يقتلها ولكن البنات التالتة بيجموا عليه فبيضربهم وكان حيقتلهم لولا إن كساندرا بقوة الحب والصداقة والعلوئية والمخرج الحمد لله بيجي لها قوة كبيرة كده تساوي أو أكبر من القوة لعند إزيكي بما إنها قبل ما تتويد أمها تقرصد بنفس عن كابوت أصلاً وكل ده هي كانت محتاجة بس إنها تفعل قوة تاعتها بس أي عبدي أي عبدي يعني بالصحاب مش مهم يعني إن مهمة بالصحاب إن كساندرا بتفعل قوتها واللي يتخليها تقدر تبقى في أكتر من مكان في نفس الوقت أنا كتير أنا كل حاجة على بعضها في حاجة واحدة مهمة بالصحاب بتروح بعد كده عشان تنقذ الثلاث بنات دغير أنا حاسنا بتفرج على فيلم بنات وسط البلد الدغير أيضا بالصحاب إنها عندها تقول كده قوة استبصارية وبتشوف ساعدة إن في عمود حيوعة فتفضل ترجع لحد ما بتخليه يقو على إزيكي لو يموته أول الله العظيم شوفت الهبل إنما بالنسبة اللي رؤية كبتجي له كل يوم فكبتها عادي جدا حسلت يعني بس هو ما ماتش من ثلاث بناتها هو ماتزا من عمود نور يعني يا فكبان المهمة إن كساندرا معاكها بالصحاب بتوعية كبان في البحر وبتغرق قبل لما جرية تنزل تجيبها وبساعتها بيعملوها أسافات أولية وللأسف يعني للأسف بتعيش ولكن الحمد لله أنت تعيمي أكيد اتعامت من اللي أشافته يعني أي واحد هيشوف الفيلم ده هيتعيمي المهمة منشوف بعد كده بين باركر مع بنخته اللي بيسميه مين خد ملك توقع كده يعني أنا عايزك تشتح بخيالك كده لأبعد الحدود بين باركر حيسمي الواد إيه بيتر باركر والله العظيم شوف سبحان الله يا مؤمن وتلعي بين باركر ده هو أنكل بين اللي حيموت في الجزء الأولين في المسبيترمان بتاع توي ماجوير بتاع وز كريت باور كامس كريت رزبونسيبوليتي أوحية أمي المهم مش موضوعنا في آخر ما أشاب عكاها بالصحاب بنشوف كاسندرا وهي في شقتها وعلى كرسي متحرك وعمية المهم إن البلادها بالصحاب بيكونوا عاشوا معاها وبقوا زي إخواتها الصغيرين أو عيالة يعني المهم بيتكون بعكاها شايفاهم في المستقبل وهم أبطال خرقين زي ما أنا قلت لك ولو بتسآني طب هي شايفة إزاي يعني لو بتسآني يا شايفة إزاي وهي عمية فهي أقول لك هو لا أمه مش بيحلم ولا يا هو الصحاب يعني أه صحي ولا أمه مش بيحلم ولا والله يعني بس مش موضوعنا للوقت لو تعرف أنت بقى الموضوع ده بالصحاب قولي في كومنت لحد هنا أحب أقول لك أنا توتا توتا دي حدوتا ماشي وخلصت ميتين دي حدوتا